عزيزي مشاهدي قناة النجم الزاب ببرنامج نمازج مضيئة معاكم النهاردة من قرية طويلة نشرت وافتتاح مسجد الأنصاري بها على مساحة 800 متر بحضور وزير الأوقاف ومحافظ كفر الشيخ وجميع القيادات التنفيذية بها ومعانا أمين الصندوق لمسجد الأنصاري قالوا ساز علاء بشتة هيكلمني عن مدى فرحته النهاردة باكتمال المسجد بعد ما يقرب من خمس سنوات الحمد لله رب العالمين احنا طبعا يعني النهاردة طويلة نشرت في عين وأصلي وأسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم النهاردة يعني البلد بتشهد يوم جميل ويوم عظيم في تاريخها وهو افتتاح مسجد الأنصاري بقى لنا أربح سنين من 2017 لغاية 2021 اكتمل المسجد ان شاء الله وطبعا فرحة كبيرة جدا لان كان عندنا مسجد قبل كده كان بيعتبر مسجد أسري وكان بيشبيه بمسجد الملك في كفر الشيخ لكن وكان على طراص يعني أسري بيشهد عبق التاريخ في قرية طولة نشرت الحمد لله كنا الحقيقة متخوفين في البداية ان احنا ما ننهاتش نعمل مسجد يشابه او يكون على نفس الطراص المسجد الأديم لكن الحمد لله رب العزيم استطعنا ان احنا نعمل مسجد جميل جدا ومكون من طبقين وعلى 850 متر مربع وبيتكون من طبقين الطبق الأرضي مسجد ومسجد مصالة للرجال ومصالة للحريم وايضا الميضة و16 دورة مياه الدور الثاني بيبقى على المسجد على كل المساحة ديت اللي هي 850 متر وبتوسطه الكوبة الكوبة ديت محيطة 350 متر وطبعا مأزنتين المأزانة منهم حوالي تقريبا 60 متر ارتفاعها طبعا المسجد جميل جدا والنهاردة بيشهد عيد في قرية طولة نشرت بحضور السيد الوزير مختار جمعة والسيد المحافظ جمال نور الدين وطبعا الكل فرحان والكل مبسوط واحنا طبعا مبسوطين وفرحانين حتى كان المسجد يعني في أثناء التشطيب والشغل اللي فيه كنا بنصلي في مزاكد تانية داخل البلد بس برضو ما كانش عدينا نفس الفرحة ديت احنا بنعتبروه بالنسبة لنا يعني هو بيعتبر حرم طولة نشرت وطبعا هو يعني بتعتبر جوهرة في مركز قالين ومحافظة كافر الشيخ المسجد جميل جدا وحشوفوه على التلفزيون النهاردة لانه حيبس عبر الأسير وعبر التلفزيون المصر وإزاعة القرآن الكريم صلاة الجمعة من قرية طولة نشرت تابع مركز قالين ومحافظة كافر الشيخ بحضور السيد الوزير والسيد المحافظ ولفيف من المسؤولين والله رب العالمين فرحة كبيرة جدا 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 لكل أهل البلد أولاد وشباب وستات ورجالة وكلنا فرحانين الحمد لله رب العالمين في ميزان حسناتكو وأمين السندوق أكيد عمله مش ينتهي بافتتاح المسجد أجيد في عمل خيري كتير جدا هيبقى في المسجد وانتبعوا معاكم إن شاء الله والله الحمد لله رب العالمين طبعا هو المسجد دخل في تكلفة حوالي 8 مليون ونص بس الحقيقة يعني إحنا فرحانين باللي تعمل لأن تعمل على أعلى مستوى وزي ما بيقوله زي الكتاب ما بيقول يعني برضو طبعا العمل ما بينتهيش لأن المسجد بيبقى ليه طلبات وليه حاجات لازم حنستكملها برضو إن شاء الله وإحنا مش مقتصرين على المسجد بس يعني فيه لجنة بيت المال موجودة في طورة نشرت والحمد لله برضو أنا أمين السندوق بالنسبة لها ومعايا ناس محترمين جدا وأعتقد إن هي مسمعة على مستوى مركز قليل في فصل الشتاء بنجيب لبس وبنوزع صدقات شهرية وبنوزع برضو زكاة الزروع سواء قمح أو رز وبطاطين وشتو وصيفي برضو بنساعد في مصاريف الطلبة يعني أي مريض أو أي حادثة بنساعد فيها فالحمد لله رب العالمين إحنا منتشرين وإحنا يعني مسمعين في كل البلاد اللي حوالينا نحمد الله على في ميزان حسناتكم إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله يكون صرح اجتماعي مش مجرد بيت من بيوت الله ولكن هو صرح اجتماعي بمعنى كلمة صرح اجتماعي يشمل ويرعى كل القرية بإذن الله والله الحمد لله رب العالمين أنا عايز أقول إن الدور التاني في مكتبة وفي كمان حجرة لكبار الزوار وفي حجرة للإمام وكبار الزوار دي عم تستخدم في حاجات في أعادات في ممكن تحفيز قرآن وممكن إن شاء الله في المستقبل برضو نعمل مستوصف خيري في نفس المسجد فالمسجد على مساحة كبيرة والسطح بتاعه على مساحة كبيرة حيخلينا إن إحنا نفكر في حاجات تخدم الناحية الإسلامية والناحية الدينية في القرية إن شاء الله بإذن الله وربنا وفاكو وألف ألف مبروح لا الله يبارك فيكم ومشكرين طبعا زاعة قناة النجم الزهبي والصدادة فاطمة الغرياني الصحفية الممتازة اللي دايما أقول عليها الصحفية الشائية المنتشرة في كل كل ده مجاملة حاليا لا مش مجاملة أنا صحيح ما بجامت لجيش أنت فعلا تستهل النجاح لأن أنت دايما مفوهة ودايما بتحب تاخد الخبر من مكانه فأنا بشوفك في كل مكان في أي حدث كويس بلاقي قناة النجم الزهبي ووراها الأستاذة فاطمة الغرياني فأنا بارك فيك و ألف مبروح شكرا شكرا أرابية موسيقى اشتركوا في القناة